أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران وذلك على أثر ما تردد من توجيه دربات صاروخ يوم سيرات ضد مواقع في إيران وسوريا وفي بيان لوزارة الخارجي طالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة محذرة من عواقب التساعي رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وأثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها لافتة إلى أنها ستستمر في تكتيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتري والتصعيد الجاري